وجد الجزائر مرفوعة الرأس في كل ميادين حافظنا على استقلالنا السياسي حافظنا على الكلمة على الجزائر المحافر الدولية واسترجعنا لمكانة الحقيقية على الجزائر طبعاً هذه الأشياء لم تأتي بالنظام بالاتزام الرجال والمخلصين في كل مستويات فالبرلمان خارج البرلمان وهذا الشيء الذي يقلق الأعدال الجزائر في الداخل والامتداد من الخارج لما نسمع التصريحات وبصفة خاصة من طرف الناس الإمارسية ومسؤولية بلادهم قرباً للجزائر والتشاؤم حول مستقبل جزائر الأبواق هذه اللي رح تتكلم من فرنسا هذه تقول لهنا تنبهنا بش نجمد أكثر فأكثر ونلتزم أكثر فأكثر بشهد أن نواجه هذا النوع عن استعمار الجديد لا من خلال الإعلام ولا من خلال الثقافة ولا من خلال المعاملات هذه المجموعات لرأي موجودة ضد الجزائر هذا وصوت اليوم أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأبوال وتمويل الإرهاب الجلسة العلانية جرت برئاسة رئيس المجلس سلاح جوجيل وبحضور وزير العدل حفظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمع زوار وبالمناسبة ثمن وزير العدل هذه الخطوة مؤكدا أن نص القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بخصوص الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إن تصليتكم على هذا النص يؤكد عزم مجلسكم المواقر على وضع الآليات القانونية الكفيرة بحماية بلادنا من مختلف أشكال الإجرام وحرسكم على مواكبة الجزائر وتشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية وتكيفه مع المعهدات والاتفاقيات التي أنضمت إليها بلادنا إن التدابير الوالدة في نصها للقانون جاءت لتعزيز الآليات الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وستضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي والرفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها ترجمة نانسي قنقر